تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي منافسات كأس السوبر المصري للأنديا الأبطال 2024 في الفترة من 20 حتى 24 من أكتوبر الجاري بتنظيم من مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة المتحدة للرياضة وبالتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم أنظار عشاق الساحرة المستديرة تتجه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث تقام منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأنديا الأبطال للعام الجاري بمشاركة أنديا الأهل والزمالك وبيراميز وسيراميكا كيلو بطرة بتنظيم مشترك بين مجلس أبو ظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم الأهل يدخل البطولة لتعويض خسارة لقب السوبر الإفريقي الذي ذهب لغريمه التقليدي الزمالك بعد خسارته بضربات الترجيح في المبارات التي جمعت الفريقين في السابع والاشين من سبتمبر الماضي بالسعودية حيث يسعى الأهل لمصالحة جماهيره والفوز بلقب البطولة المارد الأحمر يخوض اللقاء الأولى بنصف نهائي كأس البطولة في العشرين من أكتوبر الحالي في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا الذي يشارك في البطولة باعتباره بطل كأس رابطة حيث كان فريق سيراميكا أول الواصلين إلى الإمارات ودخل في معسكر مغلق بأبو ظبي بعدما تعقد على 16 صفقة مختلفة لتدعيم صفوفه يشارك في البطولة أيضا كل من الزمالك بعد الحصول على الكات الذهبي بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر حيث يسعى فرسان القاعة البيضاء لمواصلة النجاحات وتحقيق البطولة الثالثة خلال الموسم الحالي بعد التتويج بكأس الكنفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي